موسيقى أعزائي طالبات وطالبات الصف الثالث الإعدادي أهلاً بيكم مع حلقة جديدة من حلقات مادة الماثيماتيكس تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم برانش اللي هنشتغل فيه النهاردة ألجبرا هنكمل فيه مجموعة المعلومات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده اتكلمنا عن الكارتيزيان برودكت واتكلمنا عن الفونكشن سبيشالي عن الفونكشن اتكلمنا عن نوع من أنواع الفونكشن اللي هو كان كنا بنسميه اللينير فونكشن وكانت اللينير فونكشن دي كانت عبارة عن إيه؟ لما نيجي نعمل لها ريبريزنتيشن على الجراف بتلاقيها عبارة عن ستريت لاين طيب من الحاجات المهمة جدا عن الستريت لاين حاجة بنسميها سلوب أوف دا ستريت لاين كلمة slope of the straight line by book أي relation بتربط between two variables زي مثلا x و y بتكون relation دي first degree بيسموها function امتى زي ما اخذنا في ال definition بتاع function ان كل element في set x او كل element في x has one and only one element او image في set y يبقى دلوقتي لو عندي اتنين variables x و y اتربطوا مع بعض relation عملوا equation مثلا ده بيسموها equation of straight line كل straight line في الدنيا لازم يكون لي حاجة اسمها slope ايه هو بقى اللي slope تعالوا نبص كده مع بعض زي ما اتكلمنا عن definition العادي طيب رسمنا straight line for example straight line ده passing through two points واحدة x1 y1 والتانية x2 y2 ايه definition بقى بتاع السلوب بيقولك هو اي او ratio between vertical change over horizontal change طيب vertical change في بعض الاوقات بتعمل by calculations بيبقى y2 minus y1 طيب ايه هو horizontal change اكيد x2 minus x1 جميل جدا يبقى انا ممكن اقول ان السلوب هو عبارة عن ratio between the difference between the y's over the difference between the x طيب ممكن نسميه delta y over delta x delta y over delta x دلتا دي انت اخدتها بكده في الساينس او الفيزيكس معناها التغير كل ما هو تغير في ال y او في ال x بيسموه delta يبقى ممكن نقول السلوب delta y over delta x طيب ممكن يكون ايه تاني ممكن يبقى y2 minus y1 over x2 minus x1 زي ما قلنا من شوية طيب في حاجة مهمة جدا يجرى حاجة لو عملت y1 minus y2 over x1 minus x2 لا ففي واحد يقول لي لا ده احنا احنا كده عملنا replacing replacing ده بيؤدي الى وجود negative sign in both terms بتاعت الرشيو وال two negative signs دول بي cancel طيب ممكن نولد النوع تاني او definition تاني للسلوب ممكن نسميه rise over run يعني ايه rise over run يعني علشان اتحرك من ال point الاول النية ال point التانية بتحرك vertical الاول وبعد كده horizontal يبقى ال vertical بنسميه rise وال run اللي هو الhorizontal طيب لو جينا بصينا كده مع بعض الشكل اللي قدامي ده اللي هو ال straight line اللي passing through ال two points فيه انجل بيسموه ثيتا زي ما احنا شايفينها طيب الخط الhorizontal اللي هو اللي مكتوب عليه delta x اللي هو x2 minus x1 parallel x axis ال two angles اللي assembled ثيتا اللي اتنين equal ليه برافو عليك عشان عامين corresponding position طيب لو احنا نفتكر مع بعض كده في الترينومتري كنا قلنا قبل كده ان sine الثيتا opposite over hypotenuse cosine ثيتا adjacent over hypotenuse tan ثيتا opposite over adjacent بص على الترينجل كده قدامك الopposite over adjacent هو delta y over delta x طب ما ده يعتبر التان يبقى فيه definition تاني للسلوب بتاع اللاين اللي هو tan الانجل طيب which angle الانجل اللي بيعملها اللاين مع positive direction of x axis يعني انا لما باجي عامل measuring لازم اقيس من positive direction of x axis وبدور anti-clockwise يعني ايه anti-clockwise يعني عكس عقارب الساعة المفروض الانجل لما اجي بعمل لها measuring لازم احدد حاجة اسمها initial side ايه هو initial side هو side اللي بحط عليه protractor واعمل measuring اذا حصل وانت عملت measuring by rotating clockwise الانجل بيبقى measure بتاعها negative لو كان rotating anti-clockwise measuring بتاعك بيبقى positive طيب كل اللي انا قلته ده هو definition slope of the straight line طيب بياخد symbol m يبقى دلوقتي زي ما اتفقنا slope بتاع line delta y over delta x changing in y over changing in x vertically change over horizontally change rise over run أو tan theta which is اللي هي الثيتا دي عبارة عن a الانجل اللي بيعملها اللي بيعملها اللي مع positive direction of x axis طيب ايه هي الاشكال بتاعت straight line لما نيجي نرسمها على coordinate system بتلاقي عندك اربع انواع في line بيبقى increasing وخلي بالك لما تيجي to determine هو increasing او اي حاجة تانية horizontal او vertical او decreasing لازم to move from left to the right يعي تتحرك على line من الشمال اليمين لو line بي increase بيطلع لفوق يعني line كده بيبقى اللي سلوب بتاعه positive ولو كان line بي decrease يبقى اللي سلوب بتاع line negative لو كان line horizontal بيبقى اللي سلوب بتاع line zero واذا حصل وكان اللي سلوب بتاعك بيبقى undefined طيب تعالوا نشوف كده example بسيط جدا بيقولك find the slope of the straight line which makes an angle of measure 56 degrees with the positive direction of xx ده هو مديلك الموضوع بالdefinition عاوز اللي سلوب بتاع line اللي بيعمل مع positive direction of xx angle measure بتاع 56 طيب أنا عندي أنواع كتير أو أشكال كتير من أنا أجيب بيها اللي سلوب بس هو هنا بيتكلم عن angle بيعملها line مع positive direction of xx برافو عليك استخدم أن ال-m اللي هو السلوب بتاع line 10 theta طيب الثتا بكام 56 يبقى m equal 10 56 by using calculator تطلع 1.48 على فكرة مش شرط أن السلوب بتاع line مكتوف بصورة fraction ممكن يكون decimal أو هول نمبر طيب ناخد example كمان find the positive angle which the line through 1 with 0 2 root 3 mix with the positive direction of xx الملاحظ أن السؤال عكس السؤال اللي فات بالزبط ليه السؤال اللي فات كان مديني الانجل ومحتاج لسلوب فأنا عملت tan الانجل اديني الانجل هنا عايز حاجة ثانية عايز الانجل طيب أنا علشان أجيب الانجل لازم يكون عندي tan الانجل ونعمل tan inverse فأقدر أجيب الثيتا بس أنا ما عنديش لسلوب طيب ركز كده أنا ما عنديش لسلوب فعلا لكن هو بديلك معلومات تخليك تقدر تجيب لسلوب اللي هو two points اللاين بيعدي بيهم طيب نمشي كده واحدة واحدة مع الموضوع tan theta اللي هو الان اللي هو الاسلوب طيب tan theta أنا معرفوش طيب تقدر تجيب لسلوب نستخدم أنه form اللي هو delta y over delta x وdelta y over delta x mean that y minus y 1 over x 2 minus x 1 طب فين x 1 y 1 x 2 y 2 as usual point الأول نحية بنسميها x 1 y 1 والpoint الثانية x 2 y 2 طب بننفس بقى root 3 minus 0 over 2 minus 1 اللي هي root 3 طب أنا دلوقتي عايز أنجل التان بتاعتها root 3 over 1 ده الموضوع بنقل كده على موضوع الترينومتري مفيش مشاكل يبقى لشيدي جيب الأنجل لازم أعمل 10 inverse root 3 أو root 3 over 1 طب أجيب الأنجل إزاي نفتكر كده مع بعض برافو عليك special triangle 30 60 ونحط الرشيوس بتاعة sides اللي هما كانوا إيه side opposite angle 30 half the hypotenus يبقى opposite 31 والhypotenus 2 by Pythagorean Pythagorean theorem هتلاقي إن الادجيسن بتاع الانجل 30 root 3 طب مين في دول التان بتاعه root 3 يعني opposite over الادجيسن برافو عليك 60 degrees طيب شوف example كمان find the slope of the line passing through the two points في point اسمها A الcoordinate system بتاعها 2 و3 وpoint تانية 5 و negative 2 and from the result determine if the line increasing or decreasing جميل جد find the slope of the line وعندك two points يبقى y2 minus y1 over x2 minus x1 by calculation تطلع negative 5 over 3 طيب ماذا سؤال سهل طيب line increasing ولا decreasing احنا اتفقنا لو كان الاسلوب numerical value بتاعه positive يبقى line increasing لو negative يبقى line decreasing لو zero يبقى line horizontal ولو undefined يبقى line vertical طيب هو undefined ده معنى ايه معنى لما تيجي تعمل calculations لقي values بتاعتك value من فوق اللي هو في النيومريتر non zero وتحت zero عشان احنا كنا اخذنا قبل كده اللي معلومة بتقول ان ما ينفعش ان انا نعمل dividing by zero تمام طيب الvalue بتاعت الاسلوب دلوقتي negative it mean that in the line is decreasing برافو عليك السؤال اللي بعده بولك by using the figure find the slope of the straight line a b طيب ما تيجي كده نشوف مع بعض ازاي نحل السؤال ده عالبور يلا بينا يلا بينا تعالوا عبعض دلوقتي نشوف الاجزامفل ده بولك by using the figure find the slope of the straight line a b ادي الفجر وانا محتاج ايه انا محتاج اللي بتاع the straight line ده عندي طرق كتيرة جدا اقدر اجيب بيها السلوب بتاع line ممكن الاقي على line two points اسمي واحدة فيهم x1 y1 واحدة تانية x2 y2 ونستخدم الرول اللي بتقول y2 minus y1 over x2 minus x1 دي 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 سلوب بتاع line طيب انا ممكن ادقق كده شوية لحد ما لاقي point طيب مثلا يعني في point انا شايف فهي واضح ان هي accurate هنا point دي كام وكام zero one طيب في point تانية ايوة في point تانية هي point accurate طيب الpoint دي بتاعها كام two وtwo بقى عندي x1 y1 وx2 y2 y2 minus y1 over x2 minus x1 يديني السلوب بتاع line في واحد يقولك انا مش عايز اختار الtwo point دول انا ممكن اختار two points تانية انا هاخد الtwo points اللي هما starting والend point بتاعة line اللي هي بينة جدا ادي point منهم اللي هي negative two وزيرو وفي point تانية اللي هي four وthree طب هو انا لو حسبت الاسلوب بتاع الstraight line عن طريق الtwo points الA والB هيطلع انسر مختلف اكيد لا it's impossible لان الstraight line مهما اي اخدت عليه اي points وحسبت منها الاسلوب لازم يطلع مصبوط ففي واحد بقى دماغه كده شغلش هو اي وقال لك نستخدم المعلومة اللي كانت بتقول لي ان الاسلوب بتاع الstraight line هو عبارة عن rise over run rise over run يعني ايه يعني changing بتاع vertical over changing بتاع الhorizont طب هتحرك من A لB ولا من B لA طب تعالوا كده مع بعض نشوف لو انا حبيت احسب الاسلوب rise over run وهتحرك من A لB من A لB طب هتحرك من A لB ازاي بص كده علشان لوصل من LB by using vertical الاول يبقى هطلع up three units وبعدين امشي horizontal كام unit نعد ادي two four six unit يبقى انا عملت rising three وعملت to the right six يبقى الاسلوب بتاعي three over six اللي هو by simplifying one over two طيب A اللي خلى three ومش negative three خدها قاعدة عامة كده طالما انت بتتحرك horizontal كل ما هو to the right يبقى positive وكل ما هو to the left يبقى negative وهتتحرك vertical كل ما هو up او upward يبقى positive وكل ما هو downward يبقى negative طب في واحد بقى قالك انا مش عايز اتحرك من A B انا عايز اتحرك من B A يمكن الاجابة تطلع غلط او تبقى حاجة تانية غير وان over two طيب تعالا كده نشوف or دي الطريقة التانية اتحرك من B A ازاي vertical الاول يبقى انا هعمل down three units وبعدين to the left نعد ادي اتنين اربعة ستة six steps بس to the left طيب تعالا نكتبهم يبقى slope من B A اتحركت vertical negative three لان انا نزلت تحت الثلاثة units وبعدين negative six اللي هو to the left by simplifying طلعت one over two يبقى دا بيأكد ان اي اتنين points على straight line لازم لما تحسب اللي سلوب عن طريقهم لازم يديك نفس الانسر نرجع نكمل شغلنا يلا بينا نشوف example كمان بعد ما تأكدنا practical ان اي two points على straight line لازم يديني نفس السلوب بتاع line لانه اكيد مش هيتغير طيب نشوف example كمان بقولك if given line three x plus two y equal six واضح انه قلت له كذا حاجة حاجة الpoint الاولية اللي بي عايز يثبتها او يطلبها في السؤال is the point two over three with two lying on it يعني هو دلوقتي بيجيني point وبيسأل هي الpoint دي موجودة على straight line ده ولا لا في حاجة تانية ايوة بقول if another point k with six موجودة على straight line ده عايز value بتاعت الك طيب اي تاني مطلوب by using the points in parts a and b find the slope of the straight line طيب خلينا جزء جزء الاول الجزء الاولية بيقول لي في point عايز تأكد هي موجودة على line ولا لا لازم الكلام ده كنا قلناه قبل كده في function ان عشان to prove that ان في point موجودة على line او لا او على function عموما لازم الpoint دي satisfy the equation بتاعت straight line او بتاعت function طيب يعني ايه بت satisfy the equation يعني لو عملت replacing للx بالvalue بتاعتها اللي هي 2 over 3 وعملت replacing لل y بالvalue بتاعتها اللي هي 2 اللي موجودة على point لازم ال equation تبقى مظبوط طيب تعالا كده نجرب همسك left hand side وreplace x ب2 over 3 وreplace y ب2 هتلاقي الانسر بتاعتك 2 plus 4 which is 6 اللي هي equal right يبقى طرام الpoints خلت left hand side equal right hand side يبقى اكيد الpoint belongs to the straight line ايه موجود تاني بيقول if another point k و6 موجود على straight line find value بتاعت الك هعمل نفس الموضوع اللي عملتو في part a حتلاقي x بk وreplace y ب6 هتلاقي الموضوع بعباره عن ايه 3k plus 2 times 6 equal 6 طيب نكالكليت 2 times 6 by 12 تكون عندي equation 3k plus 12 equal 6 by subtracting negative 12 in both sides of the equation هتلاقي ان 3k equal negative 6 by dividing both sides of the equation by 3 تلاقي ان k بتاعتك بقت negative 6 over 3 which is negative 2 يبقى value بتاعت k negative 2 ده part b طيب part c المطلوب بيقولك by using the two parts a and b find the slope بتاعت straight line طيب انا ممكن اجيب straight line اللي بتاعت straight line باي طريقة تانية لا هو شارط انك تستخدم the two points اللي موجودين في a و b طيب الpoint اللي كانت في a 2 over 3 2 point اللي كانت في b اللي كان ناقصها value بتاعت k اللي انا جبتها negative 2 6 عشان اجيب the slope كل اللي بتعمله بتعمل substitution بالvalues اللي موجودة عندك بتاعت the two points اللي موجودة في a b by calculation تطلع الاجابة بتاعتك negative 3 over 2 by the way لما يكون في عندك fraction موجود في point وانت بتعمل substitution لو سمحته محدش يتخض من الفraction ولو سمحته محدش يتخض من ال كلها ارقام عادية وتعامل معها عادي جدا طيب نوت مهمة جدا بقولك if two straight lines are parallel يبقى the two slopes بتاعتهم لازم يكونوا equal و vice versa يعني يعني لو عندي two straight lines two slopes بتاعتهم equal اكيد the two lines دول لازم يكونوا parallel طيب ما تيجي كده مع بعض نشوف الكلام ده بيحقق ازاي او احنا هنعمله proof طيب بص كده عندك graph two straight lines انا بقولك ان هما parallel طيب لما بيكون two lines parallel يبقى الانجلز المرسومة عندك theta one و theta two لازم يكونوا equal لان هما عاملين corresponding position طيب عندي two angles theta one و theta two equal طيب ما تيجي كده واحدة واحدة كده نشوف مع بعض ازاي بجيب السلوب بتاع اي straight line لو انت تعرف الانجل اللي بيعملها line مع positive direction of x x bravo عليك نعمل tan للانجل طيب theta one equal theta two خلاص corresponding طب لو انا اعملت او اخدت tan في two sides بتاعة الانيكواليتي او الانيكواجن اللي قدامي دي يبقى اكيد tan theta one equal tan theta two طب ماهو tan theta one ده slope بتاع straight line الاولان و tan theta two هو slope بتاع straight line التاني يعني معنى كده ان m1 equal m2 ولو كتبنا البروف ده من تحت الفوق هتلاقي ان الtwo lines لازم يكون parallel طيب نشوف example applying على rule او الفاكت اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي لولك two points negative two with three and three k with negative four lies on the line of lie on a line and line slope m equal two over five find the value of k طيب في line بيعدي بtwo points negative two with three with three k minus four تمام اللي 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 بتاع straight line ده two over five find the value بتاعت k طيب نapply rule بتاعت the slope ازاي باجيو من two points y2 minus y1 over x2 minus x1 هتلاقي عندك negative four minus three over three k minus negative two كلام ده equal two over five جميل طيب النumerator ممكن نعمله calculation يطلع negative seven والdenominator three k plus two equal two over five طيب هل كان ممكن السؤال ده يجي related للمعلومة اللي احنا عليناها من شوية ان two straight lines لو parallel يبقى السلوب ساعتهم equal ايوه كان ممكن يقولك فيه straight line passing through the two points اللي هما negative two three و three k minus four الline ده can parallel للاين للاين تاني اللي اللي سلوب بتاعه two over five نفس البروسيدير هيتنفذ على السؤال ده وحتلاقي نفسك بتعمل نفس الخطوات وتوصل لنفس النتيجة اللي هي k equal negative six point five ناخد example كمان بولك determine if the line passing through the points negative two five و six و zero is parallel to the line passing through the points eight negative one and zero four or not يعني كانوا بيقول لي عايزك take decision ان كان الtwo straight lines اللي بي pass through الtwo points دول وال line التاني اللي بي pass through the two points دول parallel or not يبقى انا ما قداميش غير اننا اكلكلية اللي slope بتاع straight line الاول و اكلكلية اللي بتاع straight line التاني و compare طلعوا equal بقى two lines parallel طلعوا not equal يبقى two straight lines not parallel طيب ممكن لو كان السؤال multiple choice وبدل ما يقول parallel يعني يعني واحدة من multiple choices يقول like intersected وتكون الاجابة two slopes او two straight lines ما هم اش equal ما ده معنى ان هم مش parallel طيب لما يكون في عندك two straight lines not parallel يبقى اكيد هي intersected طيب تعالوا نشوف السؤال ده بنحله ازاي نحسب slope بتاع straight line الاول ما قداميش غير ان انا اعمل ايه y2 y1 over x2 minus x1 طلع slope بتاع straight line الاول negative 5 over 8 نحسب slope بتاع straight line التاني y2 minus y1 over x2 minus x1 يطلع slope بتاع line negative 5 over 8 طيب the two straight lines دول slopes تاعتهم equal مدام the two slopes equal يبقى اكيد the two straight lines دول parallel by the way اذا حصل وحسب slope بتاع straight line زي M2 واضح ان 4 minus negative 1 over 0 minus 8 طلع 5 over negative 8 ما تقول بقى اصل line الاولاني لسلوب negative 5 over 8 والline التاني لسلوب بتاع 5 over negative 8 they are the same لان احنا اخدنا في قولة اعدادي لما يكون في عندي negative سواء كان في denominator او في denominator يبقى اكيد fractions دول زي بعض بالزبط دلوقتي احنا عملنا ايه اتعلمنا حاجة جديدة اسمها slope of straight line عرفنا انواع السلوب بتاع the straight line it depends sign بتاعتها negative او positive او zero it depends حسب شكل the straight line خدنا شوية تطبيقات او applications على the straight line ازاي بطلع السلوب بتاع the straight line من اي given يدوه هوني سواء كان بانجل between two line مع positive direction of x axis او two points او نستخدم ال graph عشان نجيب اللي بتاع the straight line ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا study well thank you bye